هاي كيف كون بناتكنوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الاساد رح حاول احكي فيه عن احوال العاطفية لالها كل الشريك كذلك رح حاول احكي فيه عن مشاعر الحبيب نوية ومع مستقبل العلاقة مع بعضكم رح حاول احكي كذلك عن العزاب هل في شخص جديد بحيه تكون عولة برج الاساد بداية يا برج الاساد ام حثك ندمين وعندك حيرة وعندك الم على الشيء بتعت عنه وكأنه خلص فقدت الامل فيه وشفتك حامل كرامتك يا برج الاساد وممطلق للحياة خلص تركت كل الاشياء التي اتعبتك يا برج الاساد وقلمتك وعم شوفك تذهب نحو السلام الداخلي ممكن عم تتذكروا لهذا الشخصة وهذه الاشياء اللي كنت دائما عم تفكر فيها بس عم شوفك خلص يعني شايل ما تبقى من كرامتك يا برج الاساد ورايح لحالك او لطريقك كمين عم شوف طاقة الحبيب كأنه خلص مشاكل وخلص الكبر اللي كان فيه ممكن كان بالاول مستقوى عليك يا برج الاساد وكان حاطط حاله على انه هو القوي بس حاليا عم شوفه عم يضعف جدا وعم ينتظر مسج منك كلام منك كلمة منك يا برج الاساد عم شوفه كذلك ينوي الرجاء او ينوي السماح ان يطلب منك السماح يا برج الاساد وحسسته يعني ندمين على كل خطوة سيئة كان عملا معك كأنه عم يشوفك على انه انت وجل خير عليه وكنت مفتاح خير على كل حياته وعلى كل خطوة بحياته كذلك عم شوف مشاعرك انت يعني تقريبا مدمر كأنه عم تحس حالك هاد الشخص الذي احببته الذي تصرفت معه بالاحسان تصرف معي بالسيئ وعم شوفك كتير تعبين بس ممكن حسك كأنه خلص ما بدي قلم جديد ما بدي انه ضلبي كعابة مستمرة بدي تطلع على الامام اما الحبيب عم شوفه تعبان من دونك كأنه ينتظر او يتمنى لحظة من لحظات حياته اللي كان معك يفتقد كل لحظة كنت انت معه كأنه كنت انت النور اللي بحياته كأنه كنت شيء مضيق بحياته وعم يشوفك شخص جميل وعم يشوفك كأنه انت جوهره وفقده كأنه انت اشياء ما كان عم يقدره فيك وهلأ صاره عم يتذكره بشدة يا برج الاسد عم شوفك كذلك مشاعرك او الاشياء اللي ما بتحبه فيه يا برج الاسد ممكن هذا الانسان اذاك ممكن حبيته من قلبك يا برج الاسد ممكن لانه برج الاسد قلبه كبير ومعطاء جدا وممكن انت اعطيته من قلبك اعطيته من حنانك اعطيته كتير اشياء حبيته من قلبك وكنت عم تشوفه على انه توقع مش عالي لك كأنه كنت عم تشوفه الشخص هو الانسان اللي بد تكمل معه حياتي كمان كنت عم تشوفه على انه الشخص اللي عم تفاهم معه روحيا وعم تفاهم معه بكل لحظة يعني حتى ممكن الكلمات اذا كنتوا بتحكوه تلاقوا بعضكم تلاقوا بتقولوا نفس الكلمات او بتقولوا نفس الجمل يعني كنت بتحس انه هذا الشخص هو الشخص المناسب ممكن هو عمل شيء خلك مدمر جدا يا برج الاسد عم شوف ممكن ما بتحب انه الاشياء اللي عملا معك ان تعيده نفسها وممكن كذلك عم شوف للبعض من برج الاسد كانون يتطلعوا لكارمة مثلا اذا هو عملك بشيء من السوق ممكن انت تتمنى ان يقول الوقت او يعود الوقت ويشرب من نفس الكات اللي شربت منه قدالك عم شوف الاشياء اللي بتحبه فيه ممكن الاشياء اللي بتحبه فيه على انه على انه هذا الانسان ما بيقدر يعيش من دونك تحس هذا من قلبك وبتعرف انه هاد الشخص بحبك من قلبه ممكن كانت فيه مشاكل عابرة وفيه مشاكل خاصة كذلك بالعيلة ممكن كذلك مشاكل خاصة بامرأة وممكن حتى مشاكل قانونية عم تطلع بس هذا الانسان بتعرف انه يا برجل الاسد بحبك من قلبه وبتعرف انه فيه اشياء يكنها اليك جميلة جدا اعمل اشياء اللي ما بيحبه هو فيك بشوفك على انه اوقات انت تطلب الاهتمام بزيادة انه انت تريد الاهتمام انه يسأل عنك انه كل مرة يهاتفك كل مرة يشوف شو احواله طب تحب هيك نوع من الاهتمام يا برجل الاسد هو لا يحب ذلك ممكن هو دائما مشغول بالعمل عنده اهتمامات عملية كتير كبيرة ودائما يتطلع الى ما هو عملي وممكن هذه الاشياء تضايقه فيك اما الاشياء اللي بحبه هو فيك بحبك على انه انت شخصية يعني اذا بتحبه بتصير غيور جدا وبيبين على وشك يعني بحب كذلك الاستقرار بحسك شخص مستقر جدا وبحسك كذلك شخص تسعى الى دائما الافضل دائما الاجمل بحب فيك كذلك العند بحسك شخصية عنيدة بس شخصية جميلة من داخل بحب انه يتجاكر معك هذه الاشياء بحبه كذلك معك عم شوف نيتك تجاه هذا الانسان كأنه انت واخد قرار واخد قرار بالرحيل والابتعاد عن هاد الشخص كلية بس يعني ممكن عم شوفك متحسر وندمين على كل الاشياء اللي كانت كانت عم تعيشوها مع بعض وعم شوفك بالرغم انه انت تنوي الرحيل بس يعني مفتقد لهذا الشخص اما هو عم شوفو نيته تختلف هذا الانسان ينوي الرجوع ينوي الاصلاح ينوي الزواج ينوي الحب هذا الانسان بده صلحي معك يا برج الاسد بحسك انه انت اللي مجروحك كفاية وزيادة ممكن لانه برج الاسد عنده ايغو كتير عالي وعنده كرامة كتير عالية اذا جرحوه شخص ما بيقدر انه انه مثلا يسامحه بسهولة بس قلبه كبير برج الاسد مو شخص اللي هو قلبه مثلا بيشيل بقلبه قلبه سموح جدا بس ممكن هو قال لك كلام جرحك يا برج الاسد وانت اخذت على قلبك كذلك عم شوف يا برج الاسد ممكن سببه الخصام الاساسي هو كلام جارح كان من طرف الشخص اذا لم يكن كلام جارح فافعال كانت جارحة للك يا برج الاسد عم شوف كذلك انه في ميراكل في معجزة ستحصل يا برج الاسد اذا انت كنت عم تتمنى شيء بحياتك سيحصل اذا كنت تتمنى ترجع هذا الشخص وكذلك تغيره يعني يتغير ويصير للأفضل فانا عم شوف يا برج الاسد هذا ممكن جدا بهذه القراءة كذلك عم شوف على انه في اوقات حلوة رح تقضوها مع بعض في هانيمون في شهر عسل مو بتظبط انه يكون مفهوم شهر العسل ممكن لحظات حلوة رح تعيشوها مع بعض وممكن كذلك لو بعض منكم يكون في شهر عسل مع الحبيب رح تقضو اوقات حلوة جدا مع هذا الحبيب مستقبل العلاقة مع بعضكم عم شوفوا يقول الى شيء من الجميل عم شوفكم مع بعض عم شوفكم بالرغم من كل هاد الامور اللي عم تحصل مقادرين ابدا بتعضو عن بعض وتحبو بعض وعندكم علاقة جيد جدا مع بعض عم شوف كذلك في افراح وفي سعادة في عزومات ممكن تكونوا في عزومات ممكن هاد الشخص يتقدم لزواج ممكن لانه عم شوف النية لهاد الشخص انه يتزوج فيك انه يتقدم لخطبتك ممكن عم شوف عزومات ممكن اذا انتو مش معازمين الناس ممكن تطلعوا مع بعض وتحتفلوا بالوقت وتعيشوا لحظات حلوة عم شوفكم مستمتعين بالوقت مع بعض ومجتشبتين جدا بهذه العلاقة ونسين كل الالام والجرح اللي كان بهذه العلاقة كذلك الطاقات اللي عم شوفها بهذه القراءة عم شوف الابراج الهوائية النارية والترابية وحتى المائية عم تطلع يعني اغلبية عم شوف النار اكثر والهوائي عم شوف كذلك برج الميزان برج الجدي وبرج الثور اما بالنسبة للعزيبر الاسعد عم شوف ممكن هل في شخص جديد بحياتكم ما عم شوف ممكن عم شوف شخص من الماضي حدا خائن حدا ما كنتو اصلا تأتمنون له عم شوفو بيرجع لحياتكم من جديد بس انتم ممكن مقفلين الابواب جدا ممكن هذا الانسان عرفته معدنه الحقيقي هي برج الاساد وما اعطينه فرصة ابدا ممكن يكون كذلك من برج الاقراب او من برج التلو ممكن انت حاليا تبحثون عن شخص جديد ممكن على التعارف ممكن تلتقيون مع اشخاص جدد ممكن تتعارفو على شخاص يكون حساس كلام محلو بس ما عم شوف تراحطان شيء يبشر بالمثلا علاقة جدية او شيء من الزاوش كذلك ممكن عم شوف عزي برج الاساد انه ما بحسوا بالامان ممكن يبحثون عن الامان حاليا او يبحثون عن الرجل او الشخص المناسب حاليا حاسين انه ما في حدا بحياتنا حاليا وعم تحسوا بعدم الامان الداخلي ممكن لانه الحب يعطي امان داخلي ودائما بتحس حالك لما بتكون مع شخص بتحس حالك مرتاح انتو ما عم تحسوا بهذه الراحة يا برج الاساد وخاصة عزي برج الاساد هيدا كل شي بيطلع لبرج الاساد بتمنع لكم كل الخير والمسهرات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكوير بلا قناتي وشكرا لكم